اهلا وسهلا بحضراتكم في جزء التاني من كورس البريين اناتون هيتكلم النهاردة عن الفنتريكولار سيستيم اللي هو الجهاز البطيني الموجود في المخ الفنتريكولار سيستيم بيشكل ممر الانتشار السي اس اف اللي هو سريبرو سباينال فيلويت خلال الجهاز العصبي المركزي الجزء الرئيسي من الفنتريكولار سيستيم مركب من اربع تجويف مملوقة بالسوائل اسمهم فينتريكولز والتي تقع في عمك المخ اعلى تجويفين هم الريت والليفت لاترال فينتريكولز والتجويفين دول بيقع كل واحد منهم داخل سريبرال هيمسفير وبيفصل ما بينهم في خط منتصف المخ غلاف رفيع معروف باسم سيبتام بيلو سيدام اللاترال فينتريكولز بتتكون من جزء مركزي اسمه بادي بيمتد منه 3 امدادات وهما الفرونتل او الانتيريور هورن والبستيريور او الاكسيبتال هورن والتيمبرال او الانفيريور هورن مكان التقاء البادي مع الاكسيبتال والتيمبرال هورنس بيكون منطقة مسلسة الشكل بيطلق عليها اسم ترايجون او اتريا اللاترال فينتريكولز بيتصلوا من اسفل مع السيرد فينتريكولز عن طريق زوج من الانتر فينتريكولر فوريمين اسمهم فوريمين اوف مونرو السيرد فينتريكول عبارة عن تركيب رفيع على شكل شق بيقع السيرد فينتريكول في المنتصف اسفل اللاترال فينتريكولز الجدار الامامي للسيرد فينتريكول بيتكون من غلاف رفيع بيسمى lemina terminalis والجدارين الجانبيين للسيرد فينتريكول بيتكونوا عن طريق الثالمس السيرد فينتريكول بيتصل مع الفورث فينتريكول عن طريق ممر طويل ورفيع اسمه cerebral aqueduct أو aqueduct of sylvius cerebral aqueduct بيتصل مع force ventricle عن طريق غرورها من خلال الجزء الخلفي للميت برين force ventricle عبارة عن تجويف على شكل ماسة موجود أمام السريبيلم وخلف البونز بيفصل الفورس ventricle عن السريبيلم غلاف رفيع بيكون السويريور والإنفيريور ميدالري فيلم السي اس اف بيخرج من الفنتريكولار سيستيم عن طريق سقوب موجودة في الفورس ventricle علشان يتصل بعد كده بمنطقة السابراكنويتس بيس خلال البيزل سستيرنس الممر الرئيسي لخروج السي اس اف هو والميديان ابرتشر أو فورس ventricle ودي عبارة عن فتحة اسمها فوريمين أوف ماجيندي بيطقع على الجدار الخلفي للفورس ventricle وبتتصل مع السيستيرنة ماجنة يوجد أيضا فتحتين جانبيتين اسمهم فوريمين أوف لوشكا بيتصلوا مع السيريبولو بنتاين أنجل سستيرن وأخيرا بيستمر السي اس اف من الفورس ventricle للسباين كورد من خلال السنترال كنال بيقع خلال الفنتريكولار سيستيم شبكة من الأوعية الدموية والخلايا العصابية اسمها كورويد بليكسس واللي بتكون السي اس اف الكورويد بليكسس بتبطل السطح السفلي للاترال فنتريكول وسقف السيرد فنتريكول والانفيريور مدالري فيلان أوف فورس فنتريكول اللي هو الجزء السفلي من الجدار الخلفي للفورس فنتريكول فأوقات كتيرة بيحصل كالسيفيكيشن للكورويد بليكسس بشكل جزئي وده بنلاحظه من خلال صور السيتي برين اللي هي الأشعة المقطعية للمخ يوجد دوران مستمرة للسي اس اف خلال المخ والفائد من السي اس اف بيتم إعادة امتصاصه في ديورة السينسز بواسطة الأركنويد فيللاي والأركنويد فيللاي عبارة عن بروزات من الأركنويد مطر على شكل حبة التوت بتختارك الديورة المطر وبتتضخم فبيطلق عليها اسم جرانيوليشنز هذه الجرانيوليشنز ممكن تكون حفر او انخفاضات خلال الكرينيوم اشتركوا في القناة